بدأ صغيرا غير واضح المعالم والخطورة ومن مدينة صينية لم تكن معروفة لدى الكثيرين ذلك هو فيروس كورونا ليتحول خلال أسابيع قليلة إلى وباء عالمي عابر للقارات نشر الرعب والحزن في معظم أرجاء العالم دول وقوى كبرى وقفت عاجزة أمام لغز كورونا غير قادرة على إيجاد لقاح أو علاج ينقذ العالم من مخاطره ليضع الكرة الأرضية أمام امتحان لا تعرف نتائجه ثم تحول الخلاف والجدال حول الفيروس من المختبرات ومراكز البحوث الطبية إلى أروقة السياسة الولايات المتحدة التي أصبحت خلال شهرين فقط صاحبة أكبر حصيلة للوفيات والإصابات بالفيروس سارع كبار مسؤوليها وأولهم الرئيس دونالد ترامب إلى اتهام الصين بالتكتم على طبيعة الفيروس في مراحله الأولى والتعتيم على الأرقام والبيانات الحقيقية في مراحل لاحقة وعدم تحذير دول العالم من مدى خطورته ترامب لم يكتفي بذلك بل وصل به الأمر إلى توجيه الاتهام لبكين بمحاولة استغلال الأزمة للتأثير على الشأن الداخلي الأميركي والسباق الرئاسي المقبل والسعي لإفشال حملته لنيل فترة رئاسية ثانية الجانب الصيني نفى تصريحات المسؤولين بالإدارة الأمريكية جملة وتفصيلا وأكد أنه تعامل بكل شفافية مع الأزمة مؤكدا أن الانتخابات الأميركية شأن داخلي لا تسعى للتدخل فيه من المرجح أن تنحسر موجة الوباء عاجلا أو آجلا مع ما اتخذته بلدان العالم من تدابير وإجراءات لكن من المؤكد أن العالم بعد كورونا سيكون مختلفا بكثير عما كان قبله بعد أن أحدث شرخا كبيرا في العلاقات بين الدول والشعوب وهو ما يتطلب رؤية مختلفة من تلك الدول لبناء تحالفات تفريضها معطيات جديدة مع ضرورة مراعاة المصالح من جهة وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية والطبية التي أدرك العالم أنها الآن أكثر أهمية من الأسلحة التي كانت الدول تتسابق في إنتاجها وخزنها